الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات ونشهد أنهم أدوا الأمانة التي تمنهم الله سبحانه وتعالى عليها أدوا الأمانة يعني الله سبحانه وتعالى تمنهم على أداء الرسالة فأدوها أكمل أداء então eles cumpriram e com aquilo que lhes foi concedido que foi uma conseguiram cumprir com essa confiança que Allah lhes concedeu ونصحوا الأمة أكمل نصح كان من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أه masuk وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبلغه وبذلوا غاية الجهد وكل ما أتهم الله سبحانه وتعالى في تبليغ هذا الدين أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كل من يدع النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام هو كاذب وكافر كفرا أكبر وكافر كفرا أكبر وكافر كفرا أكبر وكافر تدوز هكذا شكرا